مشاهدينا من أهم الأسس الرئيسية لنمو وتطور الأطفال اللي هم يتعلمون القدرة على اتخاذ قرارات صائبة فعالة في حل بعض المشكلات اللي ممكن تواجههم بشكل مستقل اللي رح نتعرف أكثر على تطوير مهارة وحل أيضاً للمشكلات واتخاذ القرارات عند أطفالنا ورح نتحدث عن أهميتها أيضاً مع المستشارة التربوية والأسرية أستاذة منال الجوهري صبحت شاء الله بالخير أستاذة منال حياة شاء الله ويانا صبحت شاء الله بالدود أستاذة منال بداية ممد أهمية بالفعل أننا اليوم نعلم أطفالنا منذ الصغر ومنذ الطفولة بمهارة اتخاذ القرارات في حياتهم طبعاً كل مهارة تحتاج إلى تدريب وتقوية وتمرين خاصة فيما يخص فئة الأطفال وبنتكلم على مهارة تطوير حل المشكلات وتخاذ القرارات فبتحتاج إلى تدريب ومتابعة من أولياء الأمور أكيد الجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية مش مقصرة لكن كذلك دور الأهل جداً مهم في هالجانب ودورهم يكمن في التوجيه والإرشاد وتدريبهم على تقوية هذه المهارة من خلال إشراكهم في الحوار الأخذ بآراءهم الاعتماد عليهم وكذلك أعطاءهم الثقة مش بس أن أنا أنمي فيهم الثقة بالنفس أن الطفلي معطيه الثقة يشعر أني أنا وضع في كولية أمر فبالتالي بتنعكس هذه الثقة على شخصيته كذلك ممكن أن أفتحني المجال أنه يبدأ يعطيني آراءة على سبيل المثال إحنا نطالعين رحلة أخذ رأيي المكان تفعل نشيل ويانا شو ناخذ ويانا لو صادفتنا عرقلة ولا مشكلة ولا أي تحدي نخلي الأطفال يسمعون لهذا التحدي اللي نواجهه ونسمع لهم ناخذ بآراءهم صحيح كيف نشجعهم يعني بعض الأحيان السادة بلما نتشوفين الطفل كان عنده تخوف إنه ما قادر يبدي راية حتى في الأكل اللي بياكله أو شو بيشرب كيف نحن نيمكن أولياء أمور إنه هبايل للطفل عنده عندك مساحة الحرية لأخذ القرار بشكل مستقل طبعا هني نرجع للسبب بداية السبب يكمل أن أولياء الأمر أو اللهل بشكل عام في بداية لو هذا الطفل عودوا أن كل شي يساونا إحنا يمكن صادفتها الموقف نشوفه بحياتنا اللي يشتع مع إيا نشوف مثلا الطفل اللي تقيته مثلا ربيعتك يت بتسأل ولدة شو اسمك استحى كل شي طبيعي تقوم الأم تجاوب عنه اسمه حمدان يا أم خليه تكلمه وروحه أو بطريقتك بتحفيزك وبتخليناه يبدأ يحبر عن نفسه الأمور كلها الكبيرة تبدأ بصغار الأمور فأنا يوم بعودة يتكلم عن نفسه يحرف بنفسه يبين كيانه يفرض وجوده مثلا صرنا مطعم خليه يطلب الأوردة ليش لو كان طبعا في عمر شوية خنا نقول عشر وفوق أخلي يطلب أوردر للعيلة كلها ليش لا يتناقش أخذ راية كذلك سنة سيفر ماركت بروحك أنت شن الأغراض وحاسب طبعا أنا وقفة طالع ولدي طالع ما فيش ياسه تسوي بس هذه الأمور بسيطة تهرس فيه ثقة في النفس ويحس أني أنا كأم معتمدة عليه بالتالي بيشعر أنه لا أنا لي قيمة أنا لي مكانة طبعا الطفل في مرحلة الطفولة يشوف الكون كله في أسرتان فأنا يشوف الكون كله ما اعتمد عليه واتق فيني فبالتالي هذه الثقة بتتنمى عندها وبتتحول إن شاء الله لشخصية قيادية في المستقبل سنحية أكيد أستاذ النال طبنا نتحدث عن موضوع بعض الأطفال بفعل ما يكون عندهم القدرة أنهم يتخبون قرارات أو يحلون مشكلة برأي شو الأسباب أو شو العوامل اللي تأدي بالفعل للطفل ينشأ بها به الطريقة الغير صحية طبعا هذه خنا نقول طريقة غير صحية في مجال التربية ويرجع السبب للأهل نلاحظ بعض الأطفال منذ الطفولة يمكن الطفولة المتقدمة شوية التقات مثلا أم طالعوية ولدها التقات ويا صديقتها سألتها حبيبي شخ بارك شو علومك شاسمك زيل نقول الأم ترد عليها حمدان زيل ليش ما تخلين أنت يا الأم الولد يعتمد على نفسه في صغار الأمور صغار الأمور هي بداية كبار الأمور الولد من صغر سنة يتعود أنه يعتمد على نفسه ويوصل المعلومة بنفسه بيحس بكيانه ووجوده كذلك في الأعمال المنزلية في البيت ممكن أو أكلب بصار الأمور مثلا أنا محتاجة غلاس واي ماي موجود هناك بدل ما أقول بح لا بنتي حبيبتي يصيري يبيلي الواي بتحس أن دورها فعال في المجتمع صحيح المجتمع هذا الصغير لكن من الصغير يكبر ويصير مجتمع كبير كذلك ممكن أخرطها في الأعمال التطوعية يعني مشا الله حين الأعمال التطوعية عندنا في الدولة وانها لأول ولا آخر ممكن نبدأ في أعمال بسيطة حتى نشوف مشا الله طلاب وأطفال يشاركون في أعمال مشا الله في الأعمال المعارية كذلك هي اللي تطلقها المؤسسات والفرق التطوعية عندنا في الدولة كذلك أشعر الطفل اللي أنا واثقة فيه أو أدي مثلا وياي مطعم وخليه هو يطلب الأوردر فهذا بيحس بقيمته بيحس أن أهلي أسرتي واضقين فيني وطبعا الطفل في هذا العمر يتشوف أن الكون كله في أسرته فأنا أسرتي أو الكون بأسرة يثق فيني فمعناتها أنا إنسان مهم أنا ليس أن يعتمد عليه يعتمد عليه فعلا وبالتالي هو بيبدأ يشعر أو يكتسب هذه الثقة بالنفس وإن شاء الله تتطور وتوصل لحتى شخصية قيادية في المستقبل ليش لا صحيح طيب يعني تعلم الأطفال هذه المهارة وبالتحديد يتخذ القرارات بشكل مستقل أستاذ مرال منذ الصغر كيف رح تأثر على باقي المهارات عند أطفالنا فيما بعد وكيف رح تأثر على تفاعلهم أيضا مع البيئة والمجتمع طبعا تأتينا بيكون واضح دايما نحن نشوف الأطفال نشوف دايما واحد مميز عن بقية الأطفال من خلال أنه نشوفه متحدث يفرض راية يفرض شخصية طبعا الطريقة الإيجابية تتكلمين ويات تصور فيه ويات تحسينها متفاعل ويات وما في هاك الخجل طبعا الخجل خجل للطفولة هذا الشي طبيعي مطلوب لكن فيه البعض عنده خجل مبالغ فيه طبعا احنا ذكرنا الأسباب قبل صحويك لكن يوم احنا نتخطى هذه العقبات من خلال التربية والتوجيغ والأرشاد فنوصل أن احنا خطينا وراحل كبيرة في مجال التربية ونرى نتائج هذا الشيء كذلك في التعليم أو في التعليم للأطفال هاي ورات بعض الأطفال وشالله شطار وتحصيلهم تعليمي في البيت فاهم وجابي الأم أو المدرسة اللي الدرسة في البيت بس يوصل ورقة الامتحان أو الامتحان الشفائي اللي يحتاج أنه يتكلم ويطلع المعلومة اللي عنده يفشل للأسف فكذلك ممكن لو بغينا نطول الموضوع إلى مدى أبعد نلاحظ ممكن في الأعمال الوظيفية نلاحظ أنه فيه مدير وتمكن وظيفيا وإداريا وشاطر وناجح ومعوف وكل شيء لكن شو كلمتين على بحض ممكن يحصل صعوبة فيه أنه يوصلهم أو عنده شوية بعض الرهاب الاجتماعي هذا كله طبعا يرجع للطفولة أنه ما تم العمل على تقوية الثقافة هذه المغارة أيوة بالضبط وتطوير مهارة حل المشاكل أو اتخاذ القرارة صحيح طبعا يا سادة من أن ذكرت يا أمثلة على بعض الأنشطة أو الأشياء الممكن يسويها أو يا الأمور في البيت عشان الطفل يقدر يتخذ قرارات خل أبسط مثال أنه نخليه يختار الأهل فيه المطعم لكل الأسرة وكل العائلة طيب في المدرسة دور التربويين والمعلمين شو الأنشطة اللي ممكن بالفعل يعطونها حق الطفل أثناء الحصة الدراسية وأثناء الفصل الدراسية والطفل بالفعل يقدر يتخذ بعض القرارات حتى لو كانت بسيطة طبعا ما شاء الله نلاحظ أن التعليم عدنا قطاع شوط كبير جدا وما شاء الله وصلوا إلى أعلى المراحل على مستوى العالم نشوف ما شاء الله طالب اليوم صفتاني صفتان قادر أنه يتكلم قادر أنه يعبر عن نفسه تسمعينه تقولين هذك أنه شخص كبير وما شاء الله خاصة لو كان بعد تمسق هذه المهارات وإحنا ما نقدر ننكر دور المؤسسات التعليمية اللي لها بيغير في هذا الشي ولاحظ من خلال إشراكم في الأعمال المجتمعية الداخلية عندهم في المدرسة يسمعون للطفل قبل كان يمكنل التركيز على الأعمال الكتابية اليوم ما شاء الله تم التركيز أو جاري التركيز على الأعمال أو تقييمات الشفاهية كذلك ياخذون برأي الأطفال يعني إحنا نسمع هالشيء حتى من عيالنا أن مثلا الفعاليات مثلا الفعاليات اليوم الوطني ياخذون بأراءهم شو بيسووا شو بينظمون شو الاقترحاتهم كذلك ينسوي لهم نفس الكلابس أو النوادي النادي السني النادي الرياضي حتى استقطاب المواهب يشوفوا المواهب اللي عندهم ويتم العمل عليها كذلك سواء جهودهم مشكورة صراحة لو نتحدث عن أيضا المهارة أخرى اللي هي حن المشكلات شو اللي عمر المناسب بالفعل استاذ المرعش عشان نبدأ نعلم طفلنا هذه المهارة وخليها أيضا تتطور عنده وتلمو بشكل صحيح طبعا يختلف من طفل لطفل حسب النمو البدني للطفل لكن الأرجح أن عمر الخمس سنوات هو العمر المناسب تمام يعني نبدأ في عمر خمس سنوات نعلم الطفل أيوان هيئة لمهارة حل المشكلات شو ممكن نساوي مع الطفل في البيت عشان يعرف أنه مغمو من الضروري أنه أيضا يتمد على نفسه أنه يحل بعض المشاكل اللي قد تواجه سواء في البيت أو خارج البيت طبعا بداية الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة وخاصة الرياضة الجمعية وكذلك رياضة شترانج يعني ما شاء الله اللي تقوي اللي تذكره وعدة مهارات لعبة الأذكية فعلا فعلا لعبة الأذكية كذلك ممكن أني أنا أخرط في رياضات مجتمعية أو أعمال مجتمعية أعمال تطوعية وعندنا في برنامج اللي هو يسمى بالحساب الذهني بلغة الإنجليزية هذا البرنامج بقدر نطلق عليه جوهرة من ناحية تطوير مهارة حل المشكلات وكذلك السرعة في اتخاذ القرار لأنه برنامج قوي 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 جدا كذلك ممكن أخلي للطفل يشاركنا في الأعمال المنزلية وقلنا نقول شو مثلا لو كان في أي مشكلة الأور البسيطة يومية خلنا نقول تحديات يومية الصادف الأسرة أخلي الطفل يشاركنا كذلك براية أن نحن كيف نحل هذه المشكلة كيف ننطلع منها كذلك لو عنده أي مشكلة نسمع له بس نقبل أن نسمع له نركز على موضوع الحوار البناء وجودة الوقت في الجلوس مع الأطفال حين ممكن الأم تقعد مع ولدها خمس ساعات وتواصلة هي واسك تليفون وواسك آيباد فموخي تواصل فعلا يتواصل لكن ممكن أنا أين الساعتين وساعتين وأنا سأسول في هذا الولد وأسمع منه وأشاركه ويخبرني شو صار له في المدرسة شو تعلم شو يواضع اللي طرق لها مع أصدقاء أو هاي الأشياء ومقاحة التحديات لصادفته يوم هو بيتكلمنا طبعا نقول بلغة الإنجليزية فأوتوماتيك لي شوية الفكرة بتطلع وبيبدا ينظر لها بطريقة عقلانية أكثر مما هي عاطفية وبالتالي بنوجد الحل أنا والولد اللي بيكون ياسي يحاور أمه وبالتالي بيتعود على حل المشكلات من خلال إحوار البناء صحيح وبالتالي فعلا يمكن انخرط أولياء الأمور وحتى الأطفال يمكن للأسف مغالبا يعني استاذة منال في المنازل في العالم الافتراضي ومنصات مواقع التواصل لاجتماعي فبرايش اليوم كيف أثرت هذه المنصات على مهارات أطفالنا خاصة اتخاذ القرارات وحل المشكلات بشكل مستقل طبعا تأثير هنقدر نقول إيجابي من ناحية وسلبي من ناحية طبعا اختصر علينا الوقت والجهد في عدة أشياء خاصة خلال أزمة كورونا قدرنا أن نستمر في تلاقي التعليم ضمن رغم الضعف اللي كانت حاصلة لكن كذلك للموضوع عدة سلبيات منها خلنا نقول تنمر الإلكتروني للعاب الإلكتروني ومضارها والجرام الإلكتروني بشكل عام يعني لكن كذلك في موضوع اللي هو صار نفس خلنا نقول الأقبال المبانغ فيه على الأجهزة الإلكترونية وعلى العالم الافتراضي فقام شوي يخلق مسافات بين أسراب الأسراب في العائلة فنقدر نتجاوزها وفي وقت أننا نتجاوزها من خلال جودة الوقت والحوار مع العائلة ونقدر سبعدها صحيح أهمية الحوار سعبيرة جدا في حياتي الأطفال كذلك من خلال يعني الأقناع وليس أني أنا أفرض رأيي كأم أو كولية أمر في البيت أناقش الأبن أو البنت أفهمها وضار هذا الموضوع وعواقبة كذلك في المستقبل فبالتالي أنا مش مجرد أني أنا أفرض أمر وأنفده وخلاص وخلاص قطع الأمر لا بالعكس في حوار أي وفي نقاش ممكن حتى أسمع منها أو أسمع من الأبن وجهة نظرة في الموضوع وبالتالي يصير فيه ليونة في الموضوع أكثر ما هي شدة صحيح ويعني تحدثت عن أهمية الحوار الحوار جدا مهم أستاذة منال مع الأطفال في مراحل مبكرة من العمر أكيد عشان يستمر في تطوير ونوو مثل هذه المهارات ولنتحدث أيضا عن الألعاب الألعاب التعليمية أستاذة منال اليوم كيف ممكن تسق المهارات أبناء نوعياننا في البيت وعن الألعاب التعليمية مش هلو انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل كبير وجميلة أنا أشوفها صراحة لها مردود إيجابي على الأطفال على الطلاب فأنا أشوف يعني أن لها كذلك دور في حل المشكلات أتعلم الطفل أني أنا أحل المشكلة كيف أني أنا أكتسب واهبة ديدة كيف أن الطفل يخلق أو يخلق تفكير خارج الصندوق يتعلم أنه ويفكر خارج الصندوق كذلك يتعلم الفكر الإبداعي الفكر اللي يبتكر كيف أنه يبتكر شي جديد ونرجع لحل المشكلات أنه يتمكن من حل المشاكل أو تحديات أو الصعوبات اللي تصادفة صحيح طيب بعض الأطفال اللي عندهم صعوبات في البيت أستاذ منال في موضوع اتخاذ القرارات وحل المشكلات يمكن تكون المشكلة مش من الأهل يمكن الأهل قاعدين يحاولون لكن منك يعني بعض المشاكل عند هؤلاء الأطفال صعوبات في التعلم أو أشياء ثانية كيف يمكن الأهل يساعدون هؤلاء الأطفال بالفعل لتخطي هذه المشكلة نقدر نبدأ بأول خطوة هي أن نحن نبتعد بشكل قطعي عن التوبيخ عن النبض عن النقد عن أني أنا أشعر باللوم أنت أخطأت أو أخفقت لماذا فعلت وتم أنبه أبتعد عن هذا الجانب بشكل قطعي بالتالي أبدأ نرجع لصالفة الحوار شوفي أهمية الحوار كيف صحيح نرجع للحوار وأنني أنا أسمع للطفل وخليه يسمع لأفكاري أو أوجه بطريقة أو برسائل مبطنة غير مباشرة غير أن أسوي شيء لا تسوي شيء لا أني أوصل للفكرة بطريقة إيجابية أو من خلال سرد قصص وأستمع له أصادقة الطفل يمكن كثر ما هو ذكي كثر ما هو سهل أنكسب من خلال مصادقة أصادقة أستمع له مثلا أني أحب يسوي مهارة معينة أو رياضة معينة أشاك في هذه المهارة أو في هذه الرياضة كذلك ممكن أني أنا أسوي برنامج على هو أخليه يختار البرنامج أن أنت تختار أنت تتخذ القرار هذه الأشياء كلها بتساعد أني أنا أزرع فيها السقة بعدين بالتالي هو بيبدأ يوثق فيني ويحس أني أنا أعتمد عنه وبالتالي هذه الأشياء كلها بتنعكس على تمكنه من تخاذ القرار وحل المشكلات صحيح ورأت أثر أكيد بشكل إيجابي على الأطفال طبعا نتحدث على أهمية العقاب والثواب يعني والمكافأة في موضوع تعلم بعض المهارات لأطفالنا منذ الصغر كيف راح تأثر أستاذة منان طبعا العقاب نحاول نبتعد عنه كثر ما نقدر يعني قدر المستطاع خاصة العقاب البدني أو الضرب أو يعني تعنيف فعلا التعنيف يعني استهلكت هذه الأمور ما قامت التيم جدوى يعني صراحة ويها أبعاد نفسية وجسدية عميقة جدا على الطفل وتستمر ويا لين فترة البلوغ ولو نكلم عن التحفيز التحفيز دائما حلو حتى نحن الكبر طبعا نحتاج لتحرير فالتحفيز حلو لكن ما نبالغ فيه لأنه ورات نشوف بعض اللي هان يبالغون بشكل كبير نشوف أن الطفل الصغير يمكن ياب علامة يمكن 8 out of 10 مثلا خلنا نقول ثوانية من عشرة قام والده اشترى له آخر صيحات الهواتف الذكية بدون بكر اللسامي مثلا فممكن أني أنا ما أبالغ لأن في عمر مثلا 7-8 سنوات أنا يوميب لهذا التلفون لو عندي المقدرة المادية فعرفتي كيف أن هذه الأمور كلها تسحب بعض لأن الطفل بيبدأ شوية يرفع سقف توقعاته وإن كانت مادية وردة ليش لا أننا نحن نسير نسوي مثلا الفعالية ترفيهية على ذوقها على مزاجه المكان اللي فضله هذا اللي أنا بضرب أصوارين بحجاب الأول أني أنا كافأت حفزت والثاني أني أنا خدت براية وحسست بقيمته وأني أنا أعتمد على راية وأثقت راية صحيح نعتدل أكيد في الأمور استاذة مالحشو متأثر على الطفل يمكن لكن بعض الأحال أحنا كأهالي وأولياء أمور يشوفها إيجابية لكن ممكن تؤثر عليه بعد ما يكبر ويدخل مرحلة البلوغ أو المراهقة بشكل سنبي شو تنصحين أولياء الأمور اليوم في أهمية تهزيز كافة المهارات عند أبناهم سواء اتخاذ القرارات أو أيضا حل المشكلات منذ الصغر أولها تقرب من الطفل لازم 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 أننا نسمع للطفل نتقرب أننا نقعد معها كثير ما نقدر وجودة الجلوس مع الطفل ليس بالكم وإنما بالكيف أقعد معها أسمع لأخلي يسمع لي أنا ونسمعها قبل شو أني أنا أوصل لرسائل أو إرشادات أو توجيهات بطريقة مبطنة وليس بأسلوب الأمر سويت شي ولا سويت شي أتسعد عن هذا الأسلوب حاول أوصل لرسائل من خلال سرد قصص من خلال سرد حتى تجارب الشخصية ليش لا كذلك ممكن أخلي مثلا يفكب خلنقوب ودرسته في المدرسة تتعامل وياسين عملت أنه أنه يتخطى مرحلة معينة أو تحدي معينة أو صعوبة معينة خليه يفكر كيف يكافأ ومعلمته يروح يشكرها جدام للأطقال فهذه الأمور هاي المبادرات هاي التفكير خارج الصندوق هذا كله يخلي الطفل أنه تتنمى عنده جميع المهارات موش بس بس مبارة اتخاذ القرار كون مو بدعون وبدكر سعلا أكيد طيب يعني أستاذ المنال كون استشارت ربوية وإسرية براية شماذا يحتاج أبنانا وأطفالنا في هذا العصر يحتاجون أن نحن نستمع لهم نقعد معهم ونشعرهم بالفخر ممكن هذه الكلمة نسمعها وايد أن أنا فخور فيك ولا أنا فخورة فيك ولا I'm proud of you لكن يوم نشعر الطفل أنه فعلا أمه وأبو فخورين فيه ومش مجرد كلمة نسمع وخلص لا اشعر بهذا الشيء فراح تكون فيه نتائج طيبة إن شاء الله وإيجابية فعلا وإيجابية وكذلك التوعية جدا مهمة لأن احنا أصبحنا في وجه سمع منفتح على العالم بأسرة ممكن بضغطة زر نفتح على العالم أتشوف رعالم شيئا سيستوي فيه فالتوعية وهمة خاصة في طور هذه المتغيرات العالمية والسرع في العالم فمحتاجي أن احنا نوعيهم وممكن احنا نخبرهم شيئا سيستوي في العالم بس بطريقتنا طريقة إيجابية وخفيفة لربما تكون أثقل يوتي من الإعلام صحيح يعني نفسه ذكرتي أستاذا هناك عدة أمور وعدة جوانب يجب أكيد نحسنها عند الطفل وأيضا ننميها والعديد من المهارات مثل اتخاذ القرارات وحل المشكلات أكيد تكون بتعاون من أولياء الأمور وأيضا المعلمين والتربويين ودور أفراد المجتمع شاكرين اللي اشتواجدت معنا اليوم وشكرا لك على هذا الحوار القيم وأيضا المفيد والملئ بالمعلومات المستشار الأسرية والتربوية أستاذ من الجوهار شكرا لك يطيك العافية الله عافية نورتين حوالي وشكرا لقناة تفزيزون الفجيرة نورتين يطيك العافية شكرا